في الأثناء استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيس التنفيذي لشركة سكاتيك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وأكد شكري خلال اللقاء اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع الجانب النرويجي في مجال انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتطويره لشراكة قوية ومتينة شهد اللقاء استعراضا للتقدم المحرص في عدد من المشروعات القائمة بين الجانبين على رأسها مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروع مجمع انتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس